فاروق صلاح من ملعب المباراة ونشوف مستر كولر المدير الفني النادي الاهلي ال ايه هذا كان الفوز مهم والنطقة Happig 깜 figure كان ايه خالفي ايه ونحن مرح� благ مدرد شرعة وفي تجرب سورة ومنذرات تلاح אورواني ونحن النعóف تلك الأول سابق ومع scariestة من غبار يوم بوزنان وفن تتعاملتها والان نعود خارج والان تتعامل ونحن نعود بالعامل ونحن نعود نعوبة غائفة من الزنان غائفة من الفنان ومع الأكسر المعكسر سنحن نعادل ونحن نعود على هذا الجو وده قدرنا ان احنا نلعب بهدوء نستغل لكل فرص نلعب لقدام عملنا كل اللي احنا لعبنا في فزة كلنا قلت عليه كهرباء احرص ثلاث اهداف وده طبعا يعني شيء كبير جدا فوز مستحق فوز كبير لكن يعني الحمد لله تعبنا كتير عشان ناخد الفوز ده مستر مارسل نقدر نقول مفيش مسباصل نهارده ضغط من الدياي الاولى نتيجة كبيرة امور كتير فنية اشتغل عليها مستر مارسل كولر في المباراة الاخيرة بعد مباراة مميلي ديسان دونس نهارده ضغط شخصية لعبت الناد الاهلي بانت فارد المالا ها امور الصورة جدا وحتى الاجتغل على مباراة الاخيرة وحتفى احنا لغاث التعبال كبيرة وحدث هذه قائلات Launch game ومسى التعبال هدى بات حالية البس العيب نعني احنا لغاث ترقيت Cashمان نحن نعني احنا لغاث ترقيت المع Sid 모hit احنا لغاث ترقيت المراث والسنين كذية من نطع احنا البس عامان وقد نحن نعني قديم اللي أنا دايما بيطلب بيها لعبتي واللي بتمنى أن كل مباراة أنها تتنفس 100% اللي أنا بقوله 8% الكرة بتاعتنا لو تنفزت هنبقى دايما بالنعب الكرة دي لكن أنا أهم حاجة بقولها أن التركيز كان أهم نقطة النهاردة في مباراة النهاردة إيه اللي اختلف من الميستر مارسل كولر وشافه في الملعب عن مباراة ماميلي دي سونداونس بالنسبة لتحضير اللعبين وبالنسبة لتركيز اللعبين شفنا تركيز من اللعبين حماس موجود كما قلن ما فيشمس باسم من اللعبين الهلي راكب الجيم من أول دي ماهن موس للتحضير بين سونداونس موس موس لك رأسام أما أن السونداونس غير جميع مجرد مع معين ر�ير بالنسبة لتعني خطير ومن ثم نحن نعطيح لاعطيح من قطن لكن سونداو فى موسين فهو موسيقى لعطيح هذه منفقات موسيقى هدافه على طول وده اللي حصل للمساندونس لكن النهاردة كنا مركزين طول الوقت عشان خاطر نلعب بالأداء الكويس ده نقطة مهمة جدا جدا فرقت معنا كتير ان احنا رحنا متأخر جدا جنوب أفريقيا يومين بس مش كفاية خالص على التأقلم على ارتفاع سطح البحر ونقص الأكسوجين اللعبة كان باين جدا انها ما قدرتش في خلال يومين 48 ساعة تتعود على أجواء ده ده عنصر قتل كان للعبة ها رجع للنوطة مهمة جدا يعني كنت ختم مع حضرتك الضغط المباريات اللي النادي الاهلي عناه قبل مبارات ماميلي دي ساندونس المبارات المقاولين العرب تأثير الضغط المباريات أثر على الحالة البدنية والحالة الزهنية اللي عبت النادي الاهلي وزو ما حدك قلت يومين مش كفاية قبل مبارات ماميلي دي ساندونس من المقاولون أننا في فائل تفاولون مع الكئب الأعلى يومين من المقاولين وعندما فولا في نبيان التنظيف لده بإمكانك الكثير من الزهنة الأسفية منج أن تتحد harpين عن 10 سن تاريخ هذا وقام المتاج للهيسي ليس بالتعالد على التعالي بالتعالي انه لم يتم تتعامل ولكنه أجل المعجبات ولكنه فشيكت على الفيديو سنوات يتعامل ولكنه لذلك صديقه مقابل بطريقة لا أكثر من الارتصال فى الارتصال مع الواجهة ومتظر على تحرار 10 ساعات تحرار مهاجم تشكيل تدعو فى الارتصال حيث فى الارتصال على 48 ساعات بس فرقة في بلزة جنوب أفريقيا ارتفاع سطح البحر بيخلي التنفس صعب جدا فإحنا حاولنا قدر إن كان نعيد اللعيبة لكن طبعا تأثير المباراة والصفر المتأخر كان ليه تأثير بدني مدمر على اللعيبة كانبان في الملعب مش حجج لكن دي حقائق علمية لكن إحنا حاولنا إن إحنا نعمل أحسن ما عندنا لو شفنا مثلا المطش الأولاني هنلاقي إن إحنا في المطش الأولاني كنا إحنا الأفضل إحنا الأحسن بكتير البحر في المستوى بين سنداؤنز مش الفرق دا خالص اللي خليميقساب بالنتيجة دي لكن الأسف لأن السلف العناصر دي أدد إن البحر بينا كبير كده نحن بحرمي نحن بالإحنا في السنداؤنز فيه مطش الأولاني ومتاعدنا علمية يجب أن يكون هذا الجهز الأولاني كما أنه يحصل على الآخر ويجب أن يكون هناك ويجب أن يصبع المنحي يشب أن يحصل الأولاني هذا ليس في سنداؤنز هذا لا يمكن أن يقوم بعمل هذه النقطة ده طبعا جون غير شرعي وكان مفروم ما تحسبش لكن الدنيا كده أخيرا مستر مارسل كولر بطولة سوبر مع النادي الأهلي رابع كأس العلم للأندية متصدر جدول الدوري هتلعب نهائي كاس مصر لسه متمسك بالأمال في بطولة أفريقيا كلها أمال وطمحات وصاقة كبيرة جدا من جمال النادي أهلي في مستر مارسل كولر هل تحسون على الأفريق المارسل كولرد؟ هل مرة أولم للمسل لأمكنكم التزابيع التي يخفت في الطم coaching مع الأفريق المارسل الكيميات وسيكون hookا في العامتها وأكد نعم الآن الأشياء لزار سوف أعبونا من إنسان أمام رائعكات وحضة أحيا مني امامكم أجمال صعبنا؟ نعم نعم نزيل بإجراء تبيعنانا أمامكم المحاضي حدث أن الأفريق نتوقع إنه بكثير جيد لأنه سيحى أنه سيحى أصبحت الشمع ونلعب فيها إننا عندنا أمال وعندنا طموحات أنا ومتعود دايما من نادي الأهلي ده قدر النادي الأهلي وأنا عارف ده إنه لازم يكسب كل المطشاط لازم يكسب كل بطولات اللي بيشارك فيها أحيانا ده ما بيحصلش أحسان بيبقاش متاح لأسباب كتير برر ملعب جوه الملعب لكن في النهاية طموحات جماهير النادي الأهلي أنا عارفها كويس إنه لازم نكسب كل المطشاط الفترة اللي فاتت عايز أقول إنها كان فترة صعبة جدا على اللعيبة إحنا بقنا أكتر من شهر ونص اللعبة دي ما شافتش أهليها قاعدين بيسفروا من بلد لبلد من مكان لمكان لرحل الرحلة ساعات صفر طويلة درجات حرارة عالية ورطوبة عالية وعند تغير الجو بعد ده 48 ساعة في جو تاني خالص كل ده تعب وإرهاق بعد كام يوم اللعبة هتروح المنتخب مش هتاخد راحة هيروح يتمرنوا تاني وخشوا في تدريبات تانية ومطشات تانية فكل ده طبعا فيه صعوبات كتيرة لكن عندي سيخة كبيرة في لعبة النادر أهلي ونحن إن شاء الله نحقق كل حاجة جمهور الأهلي النفس فيها إن شاء الله أعتقد كلام مهم جدا ومهم جدا يكون عندك المدير الفني اللي عارف تطلعات وطموحات فريق للنادر أهلي وجمهور للنادر أهلي كلام مهم وتوضيح لبعض الأمور الهمة جدا من مستر مرسيل كولر جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن أيمان شاب